وبالتأكيد نتكلم عن التريند العالمي لأن فيه مباراة كانت مصيرة بالأمس دوري أبطال أوروبا والطبع كل كان بيتفرج على مباراة ليفربول وأكثر من مباراة كانت بتقام بالأمس أول حاجة معنا صفحة في الجول على تويتر هذا من أجل التاريخ محمد صلاح سجل هدفه الواحد وعشرين وتساوى مع سيفن جيرارد الهدف التاريخي ليفربول في دوري أبطال أوروبا بسطورة وفخرة عرب محمد صلاح مبارح بالأمس سجل هدف متميز جدا في دوري أبطال أوروبا ويمكن معتاد دايما على صلاح الأهداف اللي فيها مساحات وجاري كتير لكن بيجي عند اللمسة الأخيرة بيعرف يحرز الهدف بشكل متميز جدا وصلاح دخل التاريخ فكرة أنه يتساوى بعد ثلاثة مواسم فقط مع ليفربول مع ستيفن جيرارد أحد رموز القرى الإنجليزية ونجم نادي ليفربول ده شيء يساعدنا بالتأكيد وما حدش كان يتخيل أنه ممكن يكون في لعب مصري عامل الإنجازات دي في الكرة الأوروبية أو تحديدا في الدوري الإنجليزي يلا كرة كمان من حسابها الرسمي بيتكلموا على صلاح كان ليه تصرحاته قال فخور بمعدلة رقم الأسطورة ولكن لماذا نضع الضغط على أنفسنا التصرحات كاملة لمحمد صلاح بالأمس كان تصرحاته للموقع الرسمي اللي بيجي لفربول واللي قال أن معدلته للرقم ستيفن جيرارد الهدف التاريخي للفري في دورة أبطال أوروبا ده أمر يجعله يشعر بالفخر طبعا قال كمان صلاح بالتأكيد أنا سعيد للغاية للوصول إلى هذا الرقم جيرارد هو أسطورة ليفربول وما يجعلني فخور للغاية لما وصلت إليه كمان نتكلم على إمكانية تتويق بدورة أبطال أوروبا خلال الفترة اللي جاية وقال المنافسة صعبة لكن بلاش نحط الضغط على أنفسنا ونتكلم على المنافسة على البطولة والحي لسه في الأدوار الأولى بشكل عام محمد صلاح عامل بصراحة مواسم استثنائية مع نادي ليفربول كمان الحساب قورة 11 على تويتر كتب تصرحات الألماني يورجون كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي قال فيها عاقب فوز فريقه على أطلانتا الإيطالي وقال فيها لا أعتقد أنه كان يوجد دفاع في العالم يستطيع إيقاف صلاح وماني وجوتا الليلة كانت بالتأكيد ملحمة بصراحة لخط الهجوم، السرعات، الإمكانيات، المهارات بيقدر يورجون كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول بيقدر يتعامل مع كوالة الفريق بشكل متميز جدا ويقدر يبني فرقة ليفربول خلال السلاث سنوات الأخيرة بمشروع معين أنه يقدر يجيب صفقات حتى لو مش بالكم الكبير لكن بالكيفية زي يقدر يستفيد بعدد من العناصر عشان يقدر يوصل للهدف بتاعه وفي النهاية قدر يوصل لبطل أو دوري إنجليزي الموسم الماضي وأيضا كمان دوري أبطال أوروبا كمان معنا الحساب الرسمي لريال مدريد على تويتر نشر تصرحات للمدير الفني زيزو زين الدين زيدان عاقب الفوز على انتر ميلا طبعا فوز كبير جدا ومستحق قال فيها أنا سعيد بأداء لعبي الفريق وعلى المجهود الذي بزلوه لقد قتلنا حتى النهاية مباراة الريال على فكرة كانت من المباراة القوية والصعبة جدا أمام الانتر بالمناسبة عشان الناس لازم تفرق انتر ما اسموش انتر ميلا اسي ميلا لكن الانتر اسمه انتر ناسونالي الإيطالي مباراة القوية مباراة المصيرة وقدر زيزو مع ريال مدريد يعمل مباراة كبيرة جدا طيب كمان الحساب الرسمي لكأس العالم على تويتر يتكلموا على ديجو أرماندو مارادونا وقال استعمالياتنا بالشفاء العاجل ووجهوا الدعاء بالتأكيد للنجم الأسطوري ديجو أرماندو مارادونا اللي خضع العملية جراحية ناجحة في دماغ لإزالة التجلط الدموي وحاليا هو بيتعافى في إحدى مستشفيات لبلاتا بالأرجنتين ديجو أرماندو مارادونا من الأسماء اللي عانت كتير أول فترات الأخيرة سواء مشاكل قضائية أو حتى مشاكل صحية لكن إن شاء الله بإذن الله هيكون معافى منها يا رب خلال الفترة اللي جاي